اينما حط السوريون رحالهم يبحثون عن العلم العلم الذي سينير درب عودتهم فبعد شهرين من اقامة مدرسة اوريانت في مدينة الريحانية التركية بدأت الامتحانات الاولية للطلاب في المناهج السورية المعدلة المعتمدة في هذه المدرسة بيستود دريس كتير منيح والاسادزي هوني من احسن الاسادزي بالريحاني الحمد لله يعني كويس تمام يعني مثل سوريا واكوس يعني صار اكوس من سوريا تتكفل مدرسة اوريانت بتأمين جميع مستلزمات الطلاب من كتب وملابس مدرسية وغيرها وقد استقبلت المدرسة حتى الان حوالي 1050 طالبا والكادر التعليمي يقدر بحوالي 45 مدرسا واداريا اضافة للقيمة التعليمية التي تقدمها مؤسسة اوريانت للاعمال الانسانية فقد امنت ايضا المناخ المناسبة للاستقرار الاجتماعي وبناء العلاقات بين الاسر السورية المتواجدة في مدينة الريحانية من خلال علاقات الطلاب فيما بينهم داخل مدرسة اوريانت تعرفت عرفات جدا وهون التعليم كتير منيح انسات عم بيفهمونا يعني متأمن كل شيء ونشكر يعني كل اللي قام بهالمدرسة انه كل شيء تأمن ومرتاحين فيها صور المدارس المدمرة التي يحملها الطلاب في ذاكرتهم بعد لجوئهم الى تركيا بدأت تتلاشى بعدما جلسوا مجددا الى مقاعدهم الدراسية الجديدة يعني مدرسة القديمة فيها ذكريات لسوريا بس هوني تعرفت كتير كمانا اصدقاء جدود وهوني يعني كتير كتير كمانا حلوة تستمر مؤسسة اورينت الاعمال الانسانية بتقديم خدماتها للسوريين في الداخل السوري وخارجه فقد اقامت هذه المدرسة لتأهيل جيل محصن بتحصيل علمي يخولهم ان يكونوا على قدر مستوى المرحلة الراهنة عمار دندش اورينت نيوز من مدينة الريحانية تركيا